أهلاً بحضراتكم من جديد ما تخافش على الأهل طول ما في ظهره جمهوره لأنه بجد جمهوره ده حماه وحماه هو اللي بيحميه وهو اللي حميه لأنه مع كل الظروف مع كل الصعوبات مع كل التعصرات اللي ممكن الفريق يمر بيها اللي بيقدر يفوق الفرقة ويقومها ويحاسس اللعيبة بمسؤوليتها حماه وسيحميه لا حماه وحماه حماه وسيحميه المصدر والفعل فأنت رصيدك وقوتك في جمهورك الجدار العازل دايماً بين الأهل والاستمرار كتير في أي أزمة هو الجدار العازل اللي بيمثله الجمهور هو اللي بيقويه وهو اللي بيشده وهو اللي بيقومه وكنا دايماً فخورين وصعداء أنه جمهور الأهل اللي في المدرج بمجرد ما الأهل يقوم فيه ييجي فيه جون الكل يقوم يسقف أمي أهلي أمي أهل اللي تغنى بها فكري باشا أبازة شوفوا من قد إيه أمي أهلي شوفوا أولادك يا ماتش المحلة ببعيد فأنت الجمهور اللي بيفوقك اللعيبة بييجي فيها جون في الوقت تضايع الجمهور واثق أن الفريدة هيرجع كلام ده زي مهمة هو مهم للجمهور هو مهم لللعيبة بتاعتنا لأن اللعيبة عليها دور كبير جداً جداً كل اللي بيحصل من تفاصيل مسؤوليتها في الأول وفي الآخر عند اللعيبة ودائماً مع اللعيبة يا جماعة نفرق بين القدرة والمستوى ما فيش شك أبداً أن اللعيبة دي عندها قدرات وإلا ما كانتش جات النادي الأهل وكانتش عملت اللي فات وإلا ما كانتش عملت كل الإنجازات اللي فاتت في ناس مش قادرة توصل لأفريقيا بقالها عشرين سنة اللعيبة دي اللي بيتشكك فيها دلوقتي لعبت ثلاثة فينا الأفريقيا وراء بعض خدت اتنين منهم والتالتة ضعت في ظروف صعبة خدوا اتنين ميدالية برونزية في كاس العالم عملوا مطشات كتيرة والسنة اللي فاتت الدور ضع بظروف أنتوا فاكرينها وعارفينها فاللعيبة دي عندها قدرات أو عندها قدرات لعيبة دوليين كتير منهم دولي الانتحاد الأفريقي ما بيجملش الأهل خالص وهو بياخد خمسة منهم في المقاعد العشر المرشحة مش مجاملة لكن نيجي للمستوى مستوىهم أقل في مباراة بيرامدز من أي تصور ممكن حد يتصوره فيه تأثير آه فيه تأثير فيه ناس أهملت واجباتها فيه ناس فيه خطأ جماعي موجود الناس اللي قيمت قاعة حملت وترباصت وانتظرت الفرصة بس لعبتنا اللي تدوم الفرصة وهما اللي تدوم الفرصة يحصل دا كله فأنت عندك قدرات ما عندكش مستوى قبل ما ندخل في دا حابب أسمعكم رائعة فكري باشا أبازة قم يا أهل شوف ولادك والبنود لأن الأهل فعلا لازم يقوم شوف حياتي المصر في كل العروب شوف وسكت فينا كل جاب الفرور إنت دايماً إنت دايماً إنت دايماً 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 في الأمان كل نعمة في رحابة عندنا في المشيد وغير راضي طلبنا كل نعمة في رحابة عندنا في المشيد وغير راضي طلبنا في الشيوخك انت سمت فينا وفي شبابك انقضت في اسمنا إنت دايماً إنت دايماً إنت دايماً 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 في الأمان الخلاط هذا طراط كتبه شيخنا في كريباشة وغناه الأحفاد الآن بإيمان وثقة في كل كلمة أنا تقول أنت دايماً أنت دايماً في الأمام قوم يا أهلي شوف ولادك والبنود أنت دايماً أنت دايماً دايماً في الأمام وهذا جزء من أزمتنا أستاذ براهيب أي إننا دايماً في الأمام ما بتطيقش إنك تتعصر وحد يسبقك في لحظة ما بتطيقهاش وجماهيرك مش متعودة فبتبقى تقيلة قوي عليهم أي بتساني عشان تخليني أقدر أنهض وجري وعوض اللي فاتني وأسبع تاني محتاج بقى إنك ما تفقدش ثقة تكفية قف معايا وجهني قولي ما أنت لو نعمت بقدر إيه كان ما دا ما حصلش ماشي قابل منك ما أنت لو بطلت رم رمى وأكل ما كانش وزنك زال قابل منك ما أنت لو أنت خايف علينا كنت هنت نفسك شوية ودست على قلبك شوية مقبولة لكن والله ما أنت نافع عصلك لا تصلح ووصلك ما تمشيش جنب النادي ووصلك 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 وقامت التغور وقامت التعوى دا كلام لا يمكن يبني حد هذا كلام للهد وهو وهي ثقافة مزقوقة علينا جديدة مش بتاعتنا احنا طول عمرنا طول ما أنت موجود معنا أنا في ظهرك ونشوف أخرتها معك والله لما يقس منك مع سلامة ما فيش مشكلة على فاكرة احنا في لعيبة كنا محتاجين لها جدا ومشت ماله لما تمسكش بيها بالعكس وكلهم لعيبة أي واحد منهم موقف فرقة فاللي يعمل كده مش هيستعمل حد بيهمل عن عمد اللعيب اللي بيسهر بره دا بيهمل عن عمد أستاذ إبراهيم اللعيب اللي مش مراقب وزنه اللي مش مراقب تدريبه هو سوارش لما جيه قال ما حدش تمرن بره ليه لأن من حرص اللعيبة على أنها ترجع بسرعة وتعوض اللي فاتها كانوا بيروحوا يعملوا دروس خصصية قال لهم إيه كلام الفارغ دا وهذا كلام فارغ قد يكون سبب من الأزمة اللي احنا فيها فأنا بقول ما ناخد من كلام الأغنية دي ونتحرك كلنا قوم يا أهل قوم يا أنت تماعا في كلامها وتقالت إمتى ولا هي صالحة لكل العصور من شيوقك اكتسبنا مجدنا طبعا إذا ما احترمت شيوقك ورموزك بالظبط حتتعلم من عشان كده شوف كلمة القيم والمبادئ وصلت إن خلوا رئيش النادي يقول لك يعني إيه قيمه ومبادئ أنا أعرف من القيمة الحب والخير والجماعة ده القيمة المطلقة إنما قيم النادي الأهلي تقاليده تقاليده وسوابته أنا الغاية لتبرر وسيلة قالنا المبدأ أهم من النتيجة والنتيجة جاية جاية بس اعمل الصح هذه قيمه وتقاليده العمل المؤسسي كده الدفاع عن حقوق النادي بس الدفاع عن حقوق النادي تعظيم كيمة النادي لا هو دفاع عن حقوق النادي دي مش لقلية مش بتاخد بيع طب انت دلوقتي عملت كل حاجة وانا شايف انك انت لا ده سلوب قيود زي ما بيسموه دلوقتي الشيء الوحيد اللي انت ما عملتوهش حاجتين انك تشتم اللي شتمك او تهاجمه بنفس العنف او انك تنسح تعمله كده من تنسح وهنا كمان يا تمنى ان تنسح طبعا طبعا شوف خسائرك كده هتبقى ايه اما التدني انك ان واحد اشتمك في الشارع وتنسي تجري ورا تشتمه اعتقد ان ده هزقنا ما يفدناش احنا بنعمل الطرق مش الكيود الطرق المحترمة للحصول على الحقوق مثلا الحكم الاخراني ده هو انتصار لمين انت رفعت قضية اتحكم فيها بغرامة وسجن لما تم اثنف عليها رفض الاسئناب اذا الحكم قائم ولكن جم عند فخرة السجن قالك معي قاف التنفيذ قاف التنفيذ دي يا جماعة دي دي سكينة محتوطة على الرقبة انا لما تديني حكم قاف تنفيذ ده معناه اي مرة هتغلط فيه هيتنفذ عليك الحكم ده للقديم والجديد فوصلت النتيجة انك محدش حقدر تجارس في حقك يعني انا اللي عايز اقوله في حكم وانت خد امام الرأي العام حتى خدت حقك الادبي ايه مطلوب انها تبقى خنقت شوارع لمصلحة مين ومصلحة مين ان احنا نشتبك مع بعض في 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 البيوت حتى البيوت فيها الاهلاوي زمالكا والاسمالله والانتحداء وهو فيها ولا مفياش طبعا فيها انا بقعد كده واشوف الناس بتقعد تهزر مع بعض اه وتحفل على بعض في حدود الزوء اي لما لقلي قدامة غاز قوي ما دوس عليه عشان ما يحدفنش في الكوباية لان الايام دول انا ساعت من كتر التحفيل على حد احفزه فينزل يؤدي كما قدى بيرامد امامنا في الماتش اللي فات وده اللي تقال احنا كنا بنلعب بغل غل يعني ايه خايفين من كذا وكذا وكذا طب انا ليه بحفز المنافس اللي قدامي لهذه الدرجة يعني صحيح